يسادف مخطط التنمية العمرانية لمصر الفين واثنين وخمسين ضمن أولوياته التنمية العمرانية المتكاملة لمنطقة السحل الشمالي الغربية فقد حدد هذا المخطط بالفعل ضرورة إنشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة وذكية من الجيل الرابع التي تستطيع كل واحدة منها استقطاب عدة ملايين من السكان من هذه المدن التي حددها المخطط مدينة العالمين التي بدأت الدولة المصرية بالفعل خطوات تنميتها بصورة متسارعة وكذلك مدن رأس الحكمة والنجيلة وجرجوب بالإضافة لتطوير المدن القائمة مثل مرسى مطروحة والسلوم جهود كبيرة تبذلها الدولة لوضع مصر على خريطة السياحة العالمية وخاصة منطقة الساحل الشمالي الغربي لما تتميز به من موقع فريد يؤهلها وبقوة لأن تحتل المكانة اللائقة على خريطة السياحة العالمية وفي إطار مخطط تنمية العمرانية لمصر الفين واثنين وخمسين الذي استهدف ضمن أولوياته التنمية العمرانية المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي حدد المخطط بالفعل ضرورة إنشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع التي تستطيع كل واحدة منها استقطاب عدة ملايين من السكان بالاعتماد على أنشطة السياحة والخدمات الترفيهية والصناعات التكنولوجية المتقدمة والمقاصد التجارية والمراكز الإدارية لشركات العالمية مع توفير الخدمات التعليمية والصحية المتميزة ومن هذه المدن التي حددها المخطط مدينة العالمين التي بدأت دولة المصرية بالفعل خطوات لتنميتها بصورة متسارعة وكذلك مدن رأس الحكمة والنجيلة وجرقوب بالإضافة لتطوير المدن القائمة مثل مرسمة روح والسلوم وفي هذا الإطار تعكف الدولة حالياً على إنهاء مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة لتكون ثانية المدن التي يتم تنميتها في إطار المخطط بحيث يتم تنميتها من خلال الشراكة مع كيانات عالمية ذات خبرة فنية واسعة وقدرة تنمولية كبيرة تمكن الدولة من وضع المدينة على خريطة السياحة العالمية خلال خمس سنوات على الأكثر كإحدى أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط والعالم مخطط التنمية العمرانية المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي يأتي باعتباره من أكثر المناطق القادرة على استيعاب زيادة السكانية المستقبلية لمصر من خلال خلق أنشطة اقتصادية متميزة توفر فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب المصري خلال العقود القادمة وتسهم في مضاعفة الرقعة المعمورة مشروعات جديدة تؤكد عزم الدولة على تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات ومنها إنشاء مدينة سياحية بيئية مستدامة على البحر المتوسط تنافث مثيلاتها على المستوى العالمي وإقامة مجتمع حضري مستدام يتناغم مع طبيعة وخصائص الموقع وتوفير الأنشطة الاقتصادية الملائمة لخصائص المجتمع المحلي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة